تابع نائب رئيسي مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار ووزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي بدأ أعمال اللجنة المشتركة لدمج إجراءات الكشف الطبي والتقييم الوظيفي والتأمين الصحي بشأن التيسير على دوي الهمم لاستخراج بضاقة الخدمات المتكاملة في محافظات الإسماعيلية والدقهلية وأسيوت والأقصر وأسوان وتهدف هذه اللجنة لتنصيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي والمجالس الطبية المتقصصة لتوقيع الكشف الطبي وتحديد مستحقي الجمع بين معاشين أو المعاش والراتب وذلك من خلال يوجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة